بسم الله الرحمن الرحيم مع حدوتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرس الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده نتناول مجموعة من المصادر الرسمية المقترحة وهو موقع بوابة السياحة المصرية بوابة السياحة المصرية هي بوابة تقدر تفيدك في رصد المعالم السياحية المصرية بشكل جميل هدف البوابة بأنها تساعد أي شخص عايز يعمل سياحة سواء جاي كسياحة خارجية أو سياحة داخلية إزاي تقدر بأنك تستفيد من المعلومات اللي فيها علشان تقدر توصل للمكان اللي انت عايز تنظم ليه رحلة طيب أنا كطالب إزاي هستخدم الكلام ده في أبحاثي لو انت موضوعك عن السياحة في المرحلة الابتدائية تقدر بأنك تستخدم المصدر ده كدليل لك يوضح إيه هو الأماكن الموجودة في مصر أو إيه هي الأماكن السياحية الموجودة في مصر واللي هنا في الموقع ده بيقسمها على حسب حاجتين الحاجة الأولى وفقا للأماكن بتاعتها أو المدن بتاعتها فمثلا ممكن بأنك تضغط على القاهرة فتشوف إيه الحاجات اللي موجودة في القاهرة فهو بيقول لك إن القاهرة بيعرفك على الوضع بتاعها كمناخ بتاعها إيه الأماكن الكويسة اللي انت ممكن تشوفها في القاهرة طبعا بتختار من الخريطة هل أنت عايز مكان متعلق بالصقافة متعلق بالطبيعة والحياة البرية متعلق بالإبحار متعلق بالشمس بالبحر والشمس متعلق بمتجعات الصحية والتعافي متعلق بروحانيات كسياحة دينية مثلا متعلق بالأنشطة الرياضية ووسائل الترفيه بتبدأ بأنك تصفي إيه الاختيارات اللي انت عايزها ممكن تختار إيه هي أماكن الإقامة علشان تقدر تحدد لو انت مثلا عايز فندق بس طبعا الجانب ده مش هيفيدنا في البحث بتاعنا إلا هيفيدنا فيه البحث بتاعنا بأنك تختار إيه المجال السياحي اللي انت ممكن عايز تكتب فيه وإيه الحاجات اللي ممكن تستفيدها منها بحسب أنك توصل لمعلومات عن المناطق السياحية اللي موجودة في القاهرة طبعا بيعرض لحضرتك مجموعة من الصور لأماكن سياحية موجودة في القاهرة دي لو انت هتختار التصنيف بالمودل ممكن تختار التصنيف وفقا لإيه الحاجات اللي انت عايزها يعني مثلا انت عايز تبحث عن الثقافة طيب إيه المعالم السياحية المتعلقة بمصر القديمة وإيه المعالم السياحية المتعلقة بمصر العصرية هنا فتحنا المعالم السياحية المتعلقة بمصر القديمة هتلاقي فيها الأماكن الموجودة كمعالم سياحية وهي متأسمة ودي النيل باللون اللي حضرتكم شايفينه ده وبالأحمر هتلاقي المعالم السياحية المتعلقة بيه اللون الأحمر على اللون الأخضر هتلاقي المعالم السياحية اللي موجود على البحر الأبيض المتوسط واللي موجود في الصحر الغربية عملها باللون الأصفر على سبيل المثال نقدر نكبر الخريطة فهنلاقي مثلا هنا معبد دمدرة هنلاقي هنا معبد سيد الأول هنلاقي هنا معبد حورس فهو بيعرفك الأماكن ديت إيه مثلا المتحف المصري هضبة أهرامات الجيزة فيلا الطيور المتحف اليوناني الروماني بتقدر بقى أنك تضغط على أي حاجة أنت عايزها هندخل مثلا على المتحف الروماني المتحف اليوناني الروماني بيبدأ يعرفك عليه بشكل بسيط لو أنت عايز تجهز رحلة لو لو أنت عايز تستكشف أنت يهمك طبعا هنا في البحث استكشاف أنك تجمع معلومات عن المتحف ده بيبدأ أنه يوفر لك المعلومات المتاحة عن المتحف ده الفكرة هنا بأنه بيعرض المنطقة السياحية بأكتر من شكل سواء عن طريق إيه اللي أنت عايز تعمله هل أنت عايز أماكن للسباحة هل أنت عايز أماكن للثقافة هل أنت عايز أماكن سياحية متعلقة بإيه وممكن تدخل عن طريق الأماكن زي ما إحنا ما دخلنا بيعرفك على نبذة عن المتحف ده بالإضافة لأنه بيعرفك المتحف ده بيبقى شغال إمتى بيحط لك المكان بتاعه على الخريطة لو أنت عايز تروحه طبعا كل كلام ده ما يهمكش في البحث اللي يهمك في البحث بأنك تعرف إيه اللي هي مواقع تاريخية أو إيه المواقع السياحية اللي موجودة في مصر لأن أغلبنا للأسف ما يعرفش غير الأهرامات والقلاع الموجودة ومنتشرة في البلاد إنما أغلب المعابد فيه ناس ما يعرفهاش أغلب المتاحف فيه ناس كتير ما يعرفهاش للأسف فهنا هتستفيد من الموقع ده استفادة كبيرة بأنك تجمع إيه هي المعلومات اللي موجودة ممكن تدرس الاستفادة من الموقع ده بعد كده في التخطيط لأي رحلة من رحلاتك تقدر تعرف المكان ده مثلا مفتوح من الساعة كام للساعة كام وتقدر تعرف أن متوسط الرحلة اللي أنت ممكن تاخده فيه المكان ده هياخد قد إيه تقدر أنك تشوف إيه هي الخبرات أو إيه هي القصص اللي موجودة أو إيه هي الفعاليات اللي مرتبطة هنا تخطط لرحلة في حالة لو أنت حبيت مستقبلا بقى أنك تستخدم الموقع ده بدل من جامع المعلومات بس لأبحاثك أنك تبدأ تخطط لرحلة ولزيارة مكان كل الكلام ده ممكن تستفيد منه من خيال بوابة السياحة المصرية هي من أهم الأماكن أو من أهم الخطوات الجريئة اللي قامت بها الحكومة مؤخرا في رصد الأماكن السياحية ويتوفيرها ليه السياح دعما للسياحة المصرية سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية هسيب المصدر ده ما بين أيدي حضراتكم وإزاي هتبدأ توظف المعلومات اللي أنت هتجيبها عنه ممكن تبدأ بأنك تتعرف على المواقع السياحية في مصر من خلال الموقع ده بعد كده أنك تبدأ تاخد المواقع ديت وتبدأ أنك تبحث عنها بمعلومات أكتر استفادة ده طبعا هدفه الهدف من الموقع ده هو التخطيط للرحلات أنت هنا هتستخدم الموقع ده بشكل غير مباشر عشان تجمع معلومات عن إيه هي الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر أتمنى لكم التوفيق وشكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة